يشكل مشروع إصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة والذي يعتزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما والكونغريس معالجته هذه السنة أحد الملفات الرئيسية ولأجل تحقيق هذا الإصلاح اقترح عدد من كبير عضاء مجلسي الشيوخ الأمريكي تسوية أوضاع عدد من المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية في الولايات المتحدة وعددهم أخذ عشر مليون نسمع ثمانية من أعضاء مجلسي الشيوخ الباريزين من بينهم الجمهوري جو مكان كشفوا أمس عن مقترح لإصلاح نظام الهجرة في البلاد ونصل الاقتراحه على وضع خرطة طريق الحصول على الجنسية ولكنه سيربط إعداد مثل هذه الخطة بجهود تجديد الرقابة على الحدود لمنع دخول المهاجرين غير شرعيين في المستقبل وتصور هذه المبادرة السباق الذي بدأ منذ انتخابات نوفمر الماضي التي أدرك خلالها الجمهوريون على ما يبدو تراجع تأييد لهم بين الناخبين المتحدرين من أمريكا لاتينيا ومنذ ذلك الحين تخطى الحزب الجمهوري الحاجز الذي كان يمنعه من التطرق إلى هذا الموضوع وأدرك العديد من كبار أعضائه أن الوقت حان للإقرار بأن هؤلاء المهاجرين غير شرعيين يؤدون دورا اقتصاديا مهمة في البلاد وأن دعوات لطردهم لا تأخذ بالواقع على الأرض